طيب جزء تاني متعلق مهم جداً بقى بمحمد الشناوي الخبر الأدامي الكابتن سارة عبدالحفيز بيطمئن على محمد الشناوي وحرس على الاتصال بمحمد الشناوي عشان يطمئن عليه وذلك بعد تعرضه لإصابة خفيفة خلال مراني المنتخب اللي أقيم بالأمس في المعسكر المغلق في برج العرب طيب موضوع الشناوي عشان أشرحه بالتفصيل لأننا عارف فيه حالة لغط من مبارح بخصوص إصابة الشناوي إصابة الشناوي بالضبط كلمت فيها مصادر مع الجهاز الطبي في النادي الآلي والجهاز الطبي في منتخبنا الوطني هي الإصابة ممكن الناس مش متعودة تسمحها كتير لنها بتتقررش كتير أو لو ما بتحصل ممكن بتبقى خفيفة لكن لما بتعوق اللاعب أو حرس المر معان أداء المران لازم تتطمن عليه الشناوي تعرض لكدمة في العضلة الخلفية الناس كلها بتبع عارفة أن العضلات بيجي فيها إصابة شدة أو مازق لقدر الله لكن ممكن بشطة كورة أو بخبطة معينة حتى بالستارز لو تخبط في العضلة ممكن يعمل كدمة في الطبيعة أن الكدمة ممكن ما تعوقش اللاعب عن أداء التدريبات لكن لو ما قدرش لازم تتطمن عليه وده اللي حصل إمبارح أول مشاعر الشناوي بكدمة في العضلة الخلفية دكتور محمد أبو العيلة على طول استحب اللاعب أو حرس المرمى وعمل أشاعة صنار على إصابة العضلة الخلفية الحمد لله الأشاعة أثبتت أنه ما فيش إصابة والموضوع بسيط جدا ولكن النهاردة أخوضوا بعد الخبر الجديد النهاردة قبل المران الخاص بمنتخبنا الوطني هيتم عمل تيست طبي على محمد الشناوي في الملعب إذا قدر يخوضوا التدريب خلاص ما فيش مشاكل إذا ما قدرش هيتعمل ليه النهاردة أشاعة رانين مغناطيسي في إحدى المستشفيات القريبة من معسكر المنتخب في برج العرب هيعمل أشاعة رانين مغناطيسي أشاعة الصنار بتبقى فيها تقدير أولي الإصابة لو فيه لا قدر على حاجة والكلام تقول بتبينها لكن لو ما بانيتش حاجة وينزل التدريب وحس بأي مشاكل أو أي ألم قبل ما ينزل التدريب يعني وفيه تستة عمل وحس بأي ألم بتعمل بقى أشاعة رانين عشان تتأكد من إصابة اللعب فبالتالي إن شاء الله نطمئن على الشناوي النهاردة ينزل يخذ التدريب بشكل جيد جدا ما يكونش فيه أي شكوى وبينزل يقدر يشارك فيه التدريبات ويكون جاهز لمباراة ليبيا ده الموضوع بكل بساطة حصل تنصيق حصل تنصيق دكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخد ده من الشخصيات المميزة جدا في شغله وعمل تواصل واتصل به دكتور أحمد أبو عبلة طبيب فريق النادي الآلي وأطلع على كل التفاصيل المتعلقة بإصابة الشناوي من أول مخرج من المران لغاية النهاردة قبل ما ينزل التدريب وفيه تنصيق في مسألة حتى لو شعر بألام هيكون فيه أشاعة رانين النهاردة مساء اليوم عشان يطمئنه على حالة محمد الشناوي بلاش بلبلة الموجودة عبر السوشيال ميديا النهاردة هيتعامل تست وإذا لا قدر الله مقدرش يشارك هيتعامل أشاعة رانين عشان الموضوع ده يتم فصله بشكل كبير ونطمئنه على الشناوي في الفترة الجاهة سواء لمنتخبنا أو حتى للنادي الآلي